انت تتحدث ربما عن الكلمة الافتتاحية لصب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية أمر طبيعي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عربيا أبدا ليس بالمستغرب هو استهلال وبداية يعني أكثر من طبيعية لأي حاكم عربي فما بالك إذا كانت المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قضية العرب الأولى والوضع الراهن في فلسطين المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية خصوصا في غزة وهناك أيضا توتر في مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية حتى رام الله يعني كان هناك بعض الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق أخرى فهي ليست بغريبة أصلا يعني متوقعة ومتوقعة بحد كبير أنه نتحدث عن موضوع غزة نحن أمام قمة لرابطة دول الأسيان مع دول مجلس التعاون ست دول تمثل مجلس التعاون وعشر دول تمثل الأسيان فمن الطبيعي أن تكون هذه البداية التي تشير إلى قضية مهمتهم كل المسلمين وتهم كل العرب ونحن نتحدث عن فلسطين نتحدث أيضا عن المسجد الأقصى فما بالك كنا في بلاد الأحرامين فهم الأولى أن يتحدثوا عن أولى القبلتين وثالث الحرام القمة وضع تعامل مشتركة بين دول الخليج ودول رابط الأسيان تعامل مشتركة كيف ترى من أحده الاستثمار السياحة الأمن الطاقة في كل مجالات نعم لدينا العديد من الملفات التي تطرح على سبيل الاستثمار فيما يخص دول مجلس التعاون ودول رابطة أسيان مجتمع فهناك قوة اقتصادية لدى دول الخليج كونها من أهم مصدري النفط في العالم ولديها طاقة للاستثمار في مجالات متعددة لا شك أن البحث عن مجالات استثمارية في ربما أماكن لديها بعض الإمكانيات كدول مجموعة رابطة أسيان هو خطوة إلى الأمام والتحرك أيضا ككتلة خليجية لا شك أنه يعطي قوة أكبر عن الاتفاقات الثنائية التي تعقد لدينا بلاد تحمل ربما معطيات تبشر بمستقبل إذا ما تم الاستثمار بالشكل الصحيح على المجال الزراعي أو إن توجهنا إلى النمو التجاري في هذه الدول أيضا لدينا الصناعات المتعلقة بالبترول فيما يخص البتروكيمويات وتصفيات البترول في المصافي العالمية هي هذه الدول بحاجة نهيك عن القوة الاقتصادية لهذه الدول التي تمثل أكثر من خمسة رليون دولار مجتمعة فأنت تتحدث عن ذلك قوة اقتصادية على حجم القرى الأسيوية بعد اليابان والصين لا شك أن هذه دول تحمل أهمية إذا ما أتت مجتمع كما هي القمة في رابطة دول أسيان مع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى أن التعدد الذي يحمله ملف الاستثمار الاقتصادي لدول مجلس التعاون والإبحار بأكثر من اتفاقية ووضع أطر لهذا الاتفاق وهو تحدث عنه جوكو ويدودو قبل قليل في الكلمة الافتتاحية لرابطة الأسيان وتحدث عن اتفاق إطاري يحمل كل الاتفاقيات التي تتم بين دول مجلس التعاون ودول أسيا اختام القمة تشهد زخم إعلامي جيد بحضور أكثر من 114 أفدن إعلاميا وال83 وسيلة إعلامية كيف تلاحق من التفاعل وتقبل الإعلامية وتجهيزات أجزاء الإعلام السعودية لا شك أن الأهمية التي تحملها هذه القمة هي مربوطة أصلا بمن يقيم هذه القمة ومن يحضر هذه القمة من القادة فرأيتم التمثيل الذي إذا ما بدأنا بدول مجلس التعاون وهذا الاهتمام من دول مجلس التعاون فتمثيلها على أعلى مستوى ممكن في دول مجلس التعاون مجتمعة ولذلك من الطبيعي أن يكون التغطية الإعلامية تبعا لدرجة أو قوة التمثيل لهذه الدول بالإضافة إلى الملفات المتوقعة طرحها خصوصا فيما يخص الاقتصاد الذي دائما ما يكون هو الدعم الرئيس لأي ملف سياسي قد يطرح العامل الأهم دول مجلس التعاون لديها بحمد الله استقرار واستقرار طويل الأمد دول مجلس التعاون لديها جانب المصداقية في العديد من الاتفاقات الدولية الموقعة منذ عشر سنوات، منذ عشرين سنة، منذ خمسين سنة، منذ مئة سنة فعنصر المصداقية وهو الأهم في أي اتفاقية تحصل بين أي مجاميع دولية ككتل أو حتى فرادة يعني لدينا بحمد الله تاريخ من المصداقية يعزز الثقة أكثر وأكثر سواء مع دول رابطة الأسيان أو مع أي دولة أخرى تطمح للاشتراك والتشارك مع دول مجلس التعاون ناهيك عن أهمية هذه الدول والحجم الاقتصادي لهذه الدول والأمن إذا ما تحدثنا عن أمن الطاقة والذي دائما ما يكون هاجز فيه أي توتر يكون في العالم خصوصا ونحن نعيش هذه الاعتداءات التي يكررها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية وما يشوبها ربما من تعطل لتنقل شحنات النفط من هنا وهناك دون مجلس التعاون دائما ما تضمن الاستقرار النفطي وهذا دون أدنى شك يعود بالنفع على البلدان خاصة الشعوب الفقيرة من العالم التي دائما ما تنظر إلى البترول على أنه هو العامل الرئيسي لأي صناعة أو أي تكلفة سواء في مجال الغذاء أو في مجال المواصلات أو في مجال التنقل أو حتى في مجال البناء والبناء التحتية فهذا ضمانة دائما ما تضمنها دول مجلس التعاون في موضوع الأمان النفطي أو أمان أسعار النفط حتى لا يكون سلبيا على الدول خصوصا الفقيرة أستاذ من المرضي إعلام الكويتي قمة تاريخية هي الأولى من نوعها مساحة حرة لك في ختام هذا النفط والله باختصار أستطيع أن أقول أنه أفخر أني أحد أبناء دول مجلس التعاون أفخر بأن هذه الدول بحمد الله دائما ما تنظر إلى مستقبل مواطنها دائما ما تخطط إلى مستقبل الأجيال القادمة دائما ما تطمح إلى ازدهار هذه الدول بحمد الله لدينا العديد من البنى التحتية التي قام الأباء والأجداد قبلهم في بنائها ونحن اليوم ننعم بحمد الله ونتمنى أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا أيضا بأفضل مما نعمنا به من فضل رب العالمي سبحانه وتعالى ومن ثم بجهود هذه السياسات التي دائما ما تطمح إلى الطمأنينة والاستقرار في بلادنا شكرا